ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في ايران والتي طالت مختلف المناطق الحيوية في محافظات البلاد حيث زادت احتجاجات واضرابات العمل بين جميع شرائح المجتمع ومختلف المهن سواء من العمال وتجار السوق والسائقين من جميع انحاء البلاد وخصوصا مدن تبريز الى الاحواز ومشهد وطهران واصفهان وشملت الاحتجاجات فئات مختلفة من موظفي القطاع الصحي والتعليمي والسياسي الذين هتفوا لاسقاط النظام الفاسد واستبداله بنظام ديمقراطي يحفظ حقوقهم المسلوبة ويعد عدم دفع رواتب العمال من اكثر الاسباب التي ادت الى احتدام المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن الذي بدوره يواجه المحتجين بابشع وسائل القمع والتعذيب ترجمة نانسي قنقر